أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على خراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أؤذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يوصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليه مذنين فكذبوهما فعزسنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تقيرنا بهم لإن لم تاتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن يذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقنص المدينة رجل يصحا قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهددون وما لي لا أعمد الذي فقرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمات بربهم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد لا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون ويا كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه مناسا حتى عادها العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ له ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلهم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهما فقوا منهما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد يا كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يرصمون فلا يستقعون تنصية ولا إلى أهل يرجعون ونفق بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسنا شيئا ولا تجزون إلا ما قانتم تعملون إن أصحاب الجندة اليوم في شغلها فاكبون هم أزواج في ضلال على الأرائج متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاس اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعمدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعمدوني هذا صرف مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون يصبوها اليوم بما كنتم تكفرون واليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستمقوا الصورات فأنا يصفرون ولو نشاء لما سخناهم على مكاندهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننجسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافح ومشارف أفلا يشكرون واتخذوا منها ذو إلا يالهة لعلم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جوض محضرون فلا يحصنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فاضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول غرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر لخطر نارا فإذا آتم منه تلقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إن يقول له كن فيكون فسلحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلق الله العظيم